شاورمة لبنانية شاورمة لبنانية المرتبة الثالثة عالمياً في قائمة تيست أطلس لأفضل صاندوش في العالم بعد فياتنام وتركيا على عكس الليرة اللبنانية التي صنفت ضمن قائمة أسوأ العمولات في العالم الشاورمة اللبنانية نجحت بالعالم لأنه حملة السقاف اللبنانية للعالم لأنه احنا كبرنا عليها سقافة الكرم وسقافة النكهة الطيبة وسقافة النوعية الحلوة وبعدها عم تكبر اليوم وكتير ليش؟ لأنه بعد في أشجال جديدة عم بتكبر هاي الشاورمة عم تستثمر بالشاورمة اللي وصلت خبز اللبناني للعالم مش بس صاندوش الشاورمة صاندوش الشاورمة هو مش بس النقعة هو الخبز اللبنانية المعروفة هو الشغف اللبناني للنجاح بالعالم نحنا اليوم بالنهاية بلد صغير 10,000 كم مربع 4 مليون زلمة قدرنا نحط الشاورمة طبعنا رقم 3 بالعالم قدام البيرجر قدام التاكوز قدام huge sandwiches بالعالم ونحنا أقل الأقليات بالدنيا أول شي بما يجعل نقعة والبهارات اللي بتستعمل فيها يلي اليوم صارت شوي بكل العالم منتشرة وصار الأجنبية يتقبلها كنكها ونحنا وقتا فيت الحمص على الدول الأجنبية مع الطحينة صار يتقبل فكرة الطحينة بالشاورمة وفتحت باب للسقافة سقافة الشاورمة تفوت شاورمة اللحمة تفوت على الدول العالمية وصار الأجنبية كلها قبل اللبناني وقبل العربي من المعروف أن الشاورمة هي وجبة تركية الأصل ظهرت في الأنضول قبل تأسيس الدولة العثمانية فالأتراك كانوا يقومون بشوي اللحوم على سيوفهم ويقلبونها في عملية عرفت بالشاورمة أي الدواران ومع الزمن نقل الأتراك هذه العادة من الحرب إلى وجباتهم اليومية وبدأت بالانتشار نحو بلاد الشام في زمن الدولة العثمانية لتنتشر اليوم في بلاد العالم إلا أن لبنان الذي يشتهر بطعامه المميز قام بتطوير الشاورمة التركية وتغيير مكوناتها واستبدالها الشاورمة بالعالم معروفة بالأتراك عن دنياها كمان كيباب دونر لحمة نحن في لبنان قدرنا نطورها لكثير أساس عملنا شاورمة حلومة عملنا شاورمة سمك عملنا شاورمة جيج وبعدنا من طلقين بالكرياتيفيتي طبعنا لنعمل شاورمات زادة وزادة وزادة بس أنجح شيء عملنا هو الشاورمة جيج وحطينا فيه خس يعني إذن مهما ضاقت وكثرت المصاعب اللبنانيين يبقى هناك بارقة أمل تثبت أن الشعب اللبناني قادر على تغيير الواقع والموضي قدما نحو العالمية موسيقى 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 اشتركوا في القناة